بملامحها الجادة وشخصيتها الطموحة تمكنت ليلي غلادستون من اقتحام فضاءات هوليوود لتصبح احدى النجمات الواعدات ممن عرفنا بصفات استثنائية نادرت مثيلاتها فما قصتها؟ ولدت ليلي غلادستون في مونتانا عام 1986 ونشأت بمحمية بلاكفيت الهندية لمدة 11 عاما حيث عاشت مع اسرتها خلال السنوات الاولى من حياتها في كوخ خشبي به موقد للحطب ثم انتقلت الى احدى ضواحي سياتل وتلقت تعليمها هناك بعد ذلك التحقت ليلي بجامعة مونتانا لدراسة التمثيل والمسرح حيث شاركت اثناء دراستها ضمن انتاجات مسرح مونتانا قبل ان تتخرج في عام 2008 بدرجة البكالوريوس في الفنون الجميلة وتخصص فرعي في الدراسات الامريكية الاصلية منذ عام 2009 بدأت ليلي المشاركة في عروض لشركة ليفينغ بويسز المسرحية التعليمية فيما ظهرت لاول مرة في فيلم جيمي بي سايكوثيرابي أوف بلينز انديان عام 2012 وهو فيلم عن احد المحاربين القدامى في الحرب العالمية الثانية ثم حصلت على دور في الفيلم الروائي الشهير وينتر ان ذا بلاد وحصلت على اشادات اولية في عام 2016 برزت ليلي في فيلم سيرتن ويمن حيث لعبت فيه دورا اكسبها جائزة جمعية نقاد السينما في لوس انجلس لأفضل ممثلة مساعدة وجائزة جمعية بوستن لنقاد السينما لأفضل ممثلة مساعدة بالاضافة الى الترشيحات لجائزة الروح المستقلة لأفضل ممثلة مساعدة وجائزة غوثام لفيلم مستقل عن الممثل المتميز في عام 2017 شاركت ليلي في مهرجان اوريغون شكسبير كما عملت في برنامج مسرحي شبابي يسمى ريد ايجل سورينغ قبل ان تحظى في عام 2019 بفرصة جديدة مع ظهورها في فيلم فيرست كاو الذي فاز بجائزة افضل حفل توزيع جوائز دائرة نقاد السينما بنيويورك لعام 2020 وتم اختياره كاحد افضل عشرة افلام في ذلك العام من قبل المجلس الوطني للمراجعة في ذلك العام لعبت ليلي دور البطولة في مسرحية منهاتا وهو العمل الذي حصل على اشادات واسعة لكن حلول جائحة كورونا جعلها تفكر في ان مستقبلها المهني قد يكون مهددا فخططت للتقدم للعمل الموسمي مع وزارة الزراعة الامريكية في مشروع لتعاقب الدبابير القاتلة قبل ان تتلقى عرضا من المخرج مارتين سكورسيزي للمشاركة في فيلم كيلرز اوف دا فلاور مون امضت جلادستون شهورا في دراسة شخصية مولي بيرك هارت حتى انها التقت بحفيدتها الحقيقية وحضرت عشرات الاجتماعات مع قادة اوسيج لفهم فكر المجتمع ما ساعدها للظهور بشكل متقن نالت عليه الثناء الكبير رغم تركيزها على المسرح ومشاركتها في العديد من الاعمال السينمائية ظهرت ليلي ايضا في عروض تلفزيونية رائجة مثل بليونز شو تايم وريزيرفاشن دوغز على قناة اف اكس وهي اليوم واحدة من النجمات الابرز في هوليوود وتتربع على ثروة تقدر بمليون دولار